بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسين جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي كنا قد بدأنا في الكتابة الوظيفية في الوحدة الرابعة اليوم نستكمل أيضا نشاطات التعلم شاركني في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة أستاذة نسريين النصار نحن في الوحدة التدريبية الرابعة في الوحدة التدريبية الرابعة بعنوان كفاية التواصل الكتابي الكتابة الوظيفية الكتابة الوظيفية الأهداف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن توظف فنون الكتابة الوظيفية وعرافها واسلوبها وخصائصها وعناصرها الرئيسة ومحتويات كل عنصر أيضا تكتب موضوعا وظيفيا مستوفيا عناصره وأيضا تلقي كلمات فتستاحية وقتامية لمناسبة ما تصمم مخططات لموضوعاتك الكتابية لتساعدك على استفاء العناصر الرئيسة وأيضا تلتزم عند كتابتك فنا وظيفيا بشكله الخالدي المتعرف عليه وأخيرا توظف في كتابتك ما تدربت عليه بمهارات النحو والإملاء والترقيم وأعراف الكتابة هذه هي أهم الأهداف السدريبية التي يتوقع منك بإذن الله أن تكون قد أتقنته في نهاية هذه الوحدة وصلنا إلى الرقم 6 العروض التسويقية العروض التسويقية التجار بحاجة إلى المهارة في تسويق بضائعهم ومنتجاتهم المدربون والعلماء والمفكرون والأطباء والمهندسون بحاجة إلى ترويج أفكارهم ومهاراتهم كذلك الباحثون عن الوظائف بحاجة إلى المهارة في عرض قدراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم أيضا إننا جميعا نبحث عن الكسب المالي الكسب المعلوي التقدير التأثير الإقناع إلى آخره ووصلتنا إلى ذلك كله اللغة فاللغة نصف التجارة فاللغة نصف التجارة هنا في العروض التسويقية إذن التجار بحاجة إلى المهارة في تسويق بضائعهم ومنتجاتهم أيضا المدربون والعلماء والمفكرون والأطباء والمهندسون بحاجة إلى ترويج أفكارهم ومهاراتهم الباحثون عن الوظائف بحاجة إلى المهارة في عرض قدراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم إننا جميعا نبحث عن الكسب المالي الكسب المعنوي التقدير التأثير الإقناع إلى آخره ووسيرتنا إلى ذلك كله اللغة فاللغة نصف التجارة لاحظ اللغة نصف التجارة جميل هذا في العروض التسويقية العروض التسويقية هنا اقرأ العرض التسويقي الآتي ولاحظ المهارة في استخدام اللغة المؤثرة في استخدام اللغة المؤثرة هنا تقدم آراء كول العديد من الخدمات الإضافية خدمة النشرة الاقتصادية أحدث وأجمل النكات أشهى الأطباق والوصفات خدمة اختر شخصيتك وخدمة التهاني وخدمة أجمل القصائد والأبيات هنا والعديد من الخدمات الجميلة والمميزة وبيقل أسعار موجودة بادر بالاتصال واستمتع بأحدث قنوات المعلومات العربية عبر هاتفك هذا إعلان عرض تسويقي ما الألفاظ الوصفية المؤثرة لاحظ هنا بدأ يقول خدمة وأحدث خدمة وأحدث هذا العرض للجذب خدمة وأحدث وأيضا توسيع دائرة المستفيدين هنا المهتمون بالتجارة ستكتب ذلك بعد ذلك هنا الدفع بادر بالاتصال هنا الدفع والفائدة استمتع بأحدث قنوات المعلومات لاحظ ألفاظ وصفية توسيع دائرة الدفع الفائدة نعيد تقدم أراء كول العديد من الخدمات الإضافية هنا خدمة النشرة الاقتصادية أحدث وأجمل النكات أشهى الأطباق والوصفات أيضا خدمة اختر شخصيتك خدمة التهاني وخدمة أجمل قصائد والأبيات والعديد من الخدمات الجميلة والمميزة وبأقل أسعار موجودة بادر بالاتصال واستمتع بأحدث قنوات المعلومات العربية عبر هاتفك ما الألفاظ الوصفية المؤثرة هنا ذكرت خدمة وأحدث أيضا ضمن الألفاظ المؤثرة التي بإمكانك عند قراءتك تستميل أو تتأثر في الألفاظ المذكورة بعض الألفاظ تكون لها تأثير في المستمع سواء أو القارئ خدمة وأحدث أيضا أحسنتم هنا أشهاء لاحظ أشهاء الغطباق أشهاء هذه أيضا كلمة مؤثرة جاذبة كذلك أجمل وأيضا أحدث أو تقول هنا حدث طيب توسيع دارة المستفيدين من مستفيد؟ هنا المهتمون بالتجارة المهتمون بالتجارة وأيضا يعني يكون أكبر عدد من المستفيدين أحسنتم هنا المهتمون بالترفيه المهتمون بالترفيه في النكات مثلا المهتمون بالتجارة هنا نسرة الاقتصادية وأيضا بالنكات وأيضا المهتمون بالشعر كذلك خدمة التهاني والقصائد والأبيات أيضا هنا المهتمون بالطبخ أشهاء الأطباق والوصفات معنا أن هنا أكثر من مستفيد توسيع دائرة المستفيدين والدفع هنا بادر بالاتصال بادر بالاتصال وأيضاً فائدة هنا استمتاع الاستمتاع بأحدث قنوات المعلومات الاستمتاع وأحدث القنوات المعلومات جميل هنا لاحظ الألفاظ المنطقات لعرض المقعد لاحظ هنا مقعد 75 ريال هنا مقعد أرضي مقعد فخم صغير ومريح هذه الألفاظ المنطقة للتسويق فخم سريع صغير مريح هنا في الصورة الآتية حاول أن تحاكيها مثلا تكتب صوراً أو تحاكي هذه الصور بألفاظ مؤثرة وجاذبة لعرض البضائع الأخرى كل له طريقة بإمكانك تحاكي بإمكانك تكتب أو تبدأ بكتاب وزمينك كذلك ما الألفاظ التي ترى أنها يعني محاكيح لهذه الألفاظ حتى لجذب أيضاً مثلاً إن كان أن تسوق لهذه البضائع وكيف تجذب القارئ أو المستمع هنا مقعد أرضي نحظ مقعد أرضي مقعد فخم فخم صغير مريح لاحظة العبارات فخم وصغير ومريح هذه هنا في المنطقات وأيضاً السعر في الأسفل هنا 75 75 ريالاً هنا حاول أن تحاكيها لاحظة الصورة الثانية إمكانك أن تحاكي تأتي بألفاظ ثم تأتي بسعر من عندك كذلك في الصورة الثالثة وفي الصورة الرابعة طع الفاظاً منتقاه لعرضها وتخيل أو أن هذه موجودة عندك لتريد أن تعرضها لبيعها كيف تعرضها بسلوب شيء يستطيع من يقرأ ذلك أن تجذبه وتعطيه مثلاً لاحظ هذه الصورة الأولى الثانية طبعاً الصورة الأولى في المقعد مقفق بأي عبارة ونحن نكتب طبعاً نماذج لتلك العبارات التي كتبها الزبلاء هنا ثلاجة من أسر العصرية ثم ستكتب مثلاً السعر ستكتب سعر هذه الثلاجة كيف يستطيع الروح نصول عليها مثلاً بألفين وخمسمائة ريال هنا ستذكر الصورة الثالثة جميل جهاز حاسوب طبعاً ستذكر تقول مثلاً جمال التصميم لاحظ هنا الكيبورد جمال التصميم وقمة التكنولوجيا جمال التصميم وقمة التكنولوجيا هنا جمال وقمة هنا أيضاً من ألفاظ المؤثرة الموحية بإمكانك تذكر هنا سعراً له ألف وخمسمائة يكون السعر فيه شيء من الجذب أيضاً صورة الثالثة جميل هنا صورة الثالثة فرن غاز منزلي قوي وآمن هذا من العبارات أيضاً قوي وآمن بإمكانك تكتب ما تريد طبعاً قوي وآمن وتضع مثلاً له سعراً أحياناً قد يتفننه مثلاً ألف تسعمائة وتسعة وتسعين هذا حتى لا يبالغ ألفين تختلف أيضاً النظرة للمتسوقين هنا مقعد أرضي فخم صغير ومريح وهذا مكتوب أيضاً ألف سبعين وهنا تلاجه عملية للأسر العصرية بإمكانك تكتب أن ما تريد من تلك العبارات ألفين وخمسمائة ريال تقول مثلاً هنا في جمال التصميم وقمة التكنولوجيا بألف خمسمائة ريال وندخل هنا فرن غاز منزلي قوي وآمن وهذا أيضاً مهم ثم تذكر السعر قد تأتي بألف تسعمائة وتسعة وتسعين وهذا أيضاً من أهداف للتسويق جميل هنا كيف تقدم عرضاً ناجحاً كيف تقدم عرضاً ناجحاً كيف تقدم عرضاً ناجحاً نماذج؟ إتارة انتباه هو الحاجة العرض الإقناع أثارة الإنتباه هو لفت الإنتباه المتلقي وتشويقه إلى الموضوع قل لهم الناس القادرون على الاتصال المؤثر لهم الناس القادرون على الاتصال المؤثر وأقل منهم أولئك القادرون على مواجهة الجمهور بثبات وطلاقه ألا تحلم أن تكون واحداً من هؤلاء إنك حتماً تريد أن تكون مميزاً أليس كذلك؟ وهنا إثارة الانتباه كيف تجد الانتباه؟ الحاجة إشعار المتلقي بالمشكلة وحاجته إلى الحل هنا أنت إذن بحاجة الاكتساب بمهارات الإلقاء والتواصل الإبداعي إنها المهارات التي تجعلك مميزاً ومختلفاً عن الآخرين العرض عرض ما يريد المتحدث تسويقه وهنا نحن في معهد التواصل الإبداعي نقدم لك الحل ونضمن لك التميز بأقل الأسعار بقيمة زهيدة في مقابل خدمة عظيمة الإقناع هنا تمثيل وتوضيح إيجابية الحل وفوائد هذا الحل لاحظ هنا لدينا أفضل المدربين الخبراء المشهود لهم بالنجاح كل أولئك الذين دربناهم تحولوا إلى أشخاص بارعين في التواصل للإلقاء لقد حققوا نجاحات عظيمة في أيام معدودة ممتازة الفعل بعد ذلك دفع المتلقي إلى اتخاذ فعل لتبني الحل وتطبيقه لتبني الحل وتطبيقه لا تضيع فرصتك في النجاح التحق ببرنامجنا التدريبي فورا واضمن النجاح ولاحظ هنا كيف يكون إثارة الانتباه والحاجة والعرض والإقناع والفعل كل ذلك لإثارة الانتباه لفت الانتباه ثم سيذكر أيضا عبارة والحاجة هو إشعار متلقي بمشكلة وحاجته للحل والعرض هنا عرض ما يريد متحدث تسويقه والإقناع هو تمثيل وتوضيح إيجابيات الحل وفوائده ثم بعد ذلك دفع المتلقي إلى اتخاذ فعل لتبني الحل وتطبيقه هذا نموذج آلن مونر نقلا عن فن التحرير لدكتور راكان الحبيب الحبيب النموذج هنا في إثارة الانتباه والحاجة والعرض والإقناع والفعل جميل هنا أمامك الآن صورة لمنتج صناعي وأخرى لشعار شعار معهد تدريبي صورة لمنتج صناعي والأخرى لشعار معهد تدريبي طبق النموذج في الدعاية لأحدهم اختر أحد النماذج وطبق الدعاية السابقة في طريقة العرض اختر إما النموذج الأول أو نموذج الثاني لمنتج صناعي لفوتوغرافية الكاميرا أو لشعار المعهد التدريبي طبعا اختار زملائك مثلا شعار المعهد التدريبي هنا وضعه مثلا نموذج يطيب مثلا لمؤسسة طبعا لاحظنا نجعل وظيفة تبحث عنك نجعل وظيفة تبحث عنك وهذا ايضا شعار معلاني وايضا نظم وهذا يطيب مثلا لمؤسسة نظم أن تقدم لكم هذه الحقيبة التدريبية التي نسعى من خلالها إلى تقديم خدمة تدريبية متوافقة مع الاحتياج التدريبي للجهات والفئات المستفيدة من هذا البرنامج التدريبي وفق معايير جودة تميزنا واستراتيجية التدريبية ذات معايير عالمية ونأمل منكم على اطلاع على كامل موصفاته ودراسة مدى تلبيتها لاحتياجاتكم التدريبية والتنسيق معنا في حال رغبتكم في تقديم هذا البرنامج التدريبي لديكم والمشاركة فيه اسم البرنامج أساليب الدعاية والإعلان للبرنامج الأنشطة الطلابية رقم البرنامج و القسم العام للبرنامج التربية والتعليم الفئة الفرعية دارة الأنشطة الطلابية بإمكانك أن تكتب أيضا بالطريقة السابقة في الحاجة وإثارة الانتباه والدافع وحاجة المتلقي وكيف تجعله دفع أيضا المتلقي لذلك يعني هنا تقدم هذه الحقيبة لتقديم خطوة متوافقة مع احتياج تدريبي بإمكانك تختار نموذج الأول ونموذج النموذج الثاني مع احتياج تدريبي ثم بعد ذلك تقول مستفيد من هذا البرنامج لم تستفيد ما الحاجة إليه ثم سيذكر أسبابا لهذا البرنامج وكيف أنك تحتاج لهذا البرنامج بعد ذلك سيدفعك إلى الدخول إلى هذا البرنامج وكيف أنك بحاجة إليه جميل هنا الإعلان الدعاية نوع من العروض التسويقية نوع من العروض التسويقية يتميز بالإيجاز والإثارة وهذا إعلان دعاية يتميز بالإيجاز والإثارة وجمال الإخراج لاحظ العلان الآتي إنه نشاط نفذه طلاب الصف الثاني الثانوي هل يمكنك أن تحاكيه تأتي بمثله أو تعيد تصميمه ليكون أكثر إثارة وجاذبية وبإمكانك تكتب وزمينك كذلك يكتب طريقة أيضا تصميم هنا أخي الطالب يدعوك طلاب الصف الثاني الثانوي إلى حفل الإبداع حيث التميز والإمتاع ومن مبعدنا الأربعاء 28-22 التاسعة صباحا من فقراتنا خيمة شتوية ركن القهوة واشتراك الرسام المبهر معنا ركن الإبداع بإمكانك أن تعيد صياغة بإمكانك أن تأتي أيضا بأشياء يعني ترى أنها تجذب الانتباه تجذب الانتباه إذا العلان الدعاي هو نوع من العروض التسويقية نوع من العروض التسويقية يتميز بالإجاز والإثارة وجمال الإخراج لاحظوا العلان هذا الإعلان أخي الطالب يدعوك طلاب صف الثاني لحفل الإبداع وحيث التميز والإبداع ثم اليوم وإضافة من فقراتنا الخيمة وركن القهوة واشتراك الرسام إلى آخره هنا إنه نشاط نفذه طلاب صف الثاني الثانوي هل يمكنك أن تحاكيه؟ تأتي مثال مثلا مثله وزملك كتبه وكانك أن تأتي بطريقة تختلف اختلافا تقول والله أنا عندي أيضا طريقة للجذب وهذا هو الهدف تقول مثلا الفن الهادف والضحكة الصافية يسر طلاب صف الثاني ثانوي دعوتكم لحفل الإبداع لاحظ هنا بدأها بعنوان الفن الهادف والضحكة الصافية يسر طلاب الثاني ثانوي دعوتكم لحفل الإبداع والتميز والإمتاع ومن فقرات المتميزة الخيمة الشتوية ركن القهوة الرسام مبهر وركن الإبداع ثم سيذكر مثلا من عدنا الأربع وهذا إعادة سياغة بعض الزمناك من إعادة سياغتها ثم الوقت يمكنك أيضا تأتي بعبارة تستطيع من خلالها جذب أيضا الطلاب وأيضا العبارة التي يعني ما الحاجة إلى ذلك وانت تقول هنا الفن الهادف والضحكة الصافية كأن لك الحاجة إليها وأيضا تستميل إليها يسر طلاب دعوتكم معنى أنك قد وضعت في ذلك ثم سيضع لك عروضا ويضع وقتا وتاريخا هنا جرب قدرتك على الدعاية عشرة جرب قدرتك على الدعاية تخيل أنك استجني أرباحا كبيرة إذا تمكنت من بيع كمية كبيرة من هذا النوع من السيارات تخيل أن هذه السيارة وعندك كمية كبيرة من هذا النوع وهنا يريد منك أن تسوق لهذه السيارات أو بداية ألفاظ مؤثرة لاحظة الألفاظ هنا أمان على أصعب الطرقات شكل بديع جذاب يمكنك أن تذكر ألفاظ تحاكي الواقع تشبيهات واستعارات كذلك تأتي بها قصة لأحد المشترين أيضا هم وسائل جذب كيف اشترى هذه السيارة وكيف ارتاحها معها ثم قوال مثلا المشاهير بعض المشاهير وعادة المشاهير أيضا بعض الناس يشتري لأنها فلان أخذ وما إلى ذلك هنا في ألفاظ مؤثرة أمان على أصعب الطرقات شكل بديع وجذاب أيضا كيف تأتي بإمكانك أن تكتب زميل كذلك يكتب ذلك وأن يأتي به بألفاظ كيف تسوق لهذه إذا كان عندك مثلا كمية كبيرة كما قيل هنا في قدرتك على الدعاية ألفاظ مؤثرة أمان على أصعب الطرقات هنا ذكرت وكذلك شكل بديع جذاب أيضا جميل نقول مثلا تأمين جامل لأنه يحاكي الواقع وإمتلك سيارة أحلامك بعض تشبيهات الاستعارات بإمكانك أن تأتي بها تقول مثلا سريعة كالصاروخ تمر كالسحابة شكلها جميل عصرية إلى آخرين قصة لأحد المشترين وهذا أيضا من وسائل جذب قصة لأحد المشترين هنا يقول مثلا أحد المشترين يتكلم عن هذه السيارة مثلا جربت سيارات كثيرة ولم أجد مثلها قوية وعملية واقتصادية وأحدهم مثلا نعطيك مثال مثلا تقول يعني أم امرأة حافظ الله ولدي لأنها فيها نظام الأمان التي لا تستطيع أيضا تحرك إلى آخرين فتذكر يعني بعض الموصفات التي تجذب أقوال مشاهير المشترين لهذه السيارة مثلا تقول اغتنم الراحة وتمتع بالأمان لاعب مثلا تحدث قال أخيرا عثرت على ما أريد إلى آخرين مما تذكر وهذا من وشائل الجذب ممكنك كذلك أن تأتي بطريقة أخرى ونزمي لك يكتب وهذا يكتب وهكذا جميل هنا 11 أسهمت وسائل الإعلام المختلفة التلفاز الإذاعة الصحف ومجلات الإنترنت في رفع درجة الوعي لدى المواطن العربي في رفع درجة الوعي لدى المواطن العربي وقربت بين أبناء الأوطان العربية وأشركت بعضهم في هموم بعض وقلصت الفوارق بين اللهجات المحلية واللغة الفصحة إلى غير ذلك من الفوائد والإسهامات الإيجابية التي تندعى عن الحصر لكنها مع ذلك كله لا تخلو من سلبيات كبيرة وأخطار فادحة على مستوى الأخلاقي والعادات والقيم الدينية والاجتماعية اعقد مع زملائك في الفصل مؤتمرا علميا يناقش قضايا الإعلام ما له وما عليه قوموا بالأدوار الآتية أو ألف توزيع الأدوار بحسب الجدول المرفق بقى تحديد موعد العقاد المؤتمر مع تحديدي موعد نهاي لتسليم أوراق العمل جيم تنفيذ كافة أعمال المؤتمر مع قراءة أوراق العمل ومناقشتها ثم قراءة التقرير النهائي قراءة التقرير النهائي جميل هنا توزيع الأدوار أوراق المقدمة والحفل الخطابي كتاب التقرير والحملة الدعائية والعلاقات العامة هنا القائمة ونطمئة ستذكر أسماء الزملاء الذين سيناقشون في ذلك توزيع الأدوار أوراق العمل المقدمة العمل المطلوب مثلا الورقة الأولى مثلا تقول شبكات التواصل الورقة الثانية الصحف والمجلات ما لها وما عليها الورقة الثالثة طبعا هو يتعلق بالإعلام تقول مثلا الأمن السبراني فوائده وتعلمه إذن لاحظ أوراق العمل المقدمة عنوان ورقة الأولى سبكة التواصل بميزات وعيوب ثم بعد ذلك الأسماء الزملاء المكلفين ستأتي بأسماء الزملاء طبعا سنتسرقها ممكن أن تكتب اسم الزملاء المكلفين كذلك ورقة الثانية الصحف والمجلات ما لها وما عليها تم أيضا أسماء الزملاء المكلفين ستأتي بها عنوان الورقة أيضا الثالثة الأمن السبراني فوائده وتعلمه وأيضا أسماء الزملاء المكلفين وكانك أن تضيف هنا أيضا أضافة بعد ذلك الحفل الخطابي كلمة ابتتاح اسم الزميل المكلف الكلمة الاختتامية أيضا اسم الزميل المكلف ستأتي به كتاب التقرير تقرير مجريات المؤتمر مع ملخص لأوراق العمل مع ملخص لأوراق العمل والنتاج والتوصيات التي توصل إليها ثم أسماء الزملاء المكلفين الحملة الدعائية تصميم إعلانات دعائية للمؤتمر وتعليقها في ساحات المدرسة وتعليقها في ساحات المدرسة وأيضا أسماء الزملاء المكلفين والعلاقات العامة كتابة رسائل دعوة إلى عدد من الإداريين والمعلمين توزع هذه الأدوار سواء وراق العمل والحفل القطابي وكتابة التقرير والحملة الدعائية والعلاقات العامة هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين